اطلع المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق والجسور بعداً والمهندس علي الطب المدير التنفيدي للمؤسسة العامة للطرق والجسور مسار المعالجات العجلة لإصلاح الطرق والجسور المتضررة بفعل مياه السيولة الجارفة التي أثرت بشكل كبير على جوانب جسر الحسيني بها الحج واطلع الماس على الإعداد للبدء في تنفيذ من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لاحج والإشراف المباشر على بدء العمل بتنفيذ التوجيهات لقيادة وزارة الأشغال العامة والطرق حتى الفرق الفنية والقائمين على تنفيذ الأعمال إلى الاهتمام بصورة عاجلة لإصلاح الأجزاء المنهرة من الجسر الحسيني المعلقة ترجمة نانسي قنقر